موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجهز اخباري من قناة المرابطون اهلا بكم تسبب اعصار ضرب جنوب ولاية البراكنة في سقوط عدد من القتل والجرحى كما خلف بعض الاضرار المادية وتتضارب الانباء بشأن عدد الضحايا وقال ولي ولاية البراكنة عبد الرحمن الخطر ان عدد القتل وصل تسعة اشخاص واصيب ستة وعشرون اخر نقل بعضهم الى العاصمة واكشوت لتلاقي العلاج من ناحية اخرى تسببت عواصف شهدتها بعض قرى ولاية العصابة في سقوط عدد من القتل والجرحى اضافة الى بعض الخسائر المادية وتتحدث بعض المصادر الاخبارية عن سقوط عشرات المنازل والاعرشة وعن تشريد بعض السكان جراء العواصف جددت هيئة الدفاع عن العضوي السابق بمجلس شيخ الموريتاني محمد الغدى رفض الاتهامات الموجهة له واصفت نياها بالفاقدة لاي دليل يعضزها وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدت في نواقشوت انها تأمل ان تبقى المصطرة المفتوحة ضد المشتبه فيهم بعيد عن الضغط والانعكاسات الخارجة عن المصادر القانونية استنكر حزب اتحاد قوة قدم في بيان صادر عنه اعتقالا واستجواب بعض الشيخ والنقابين والصحافين لأسباب وصفا بالواهية داعيا إلى إطلاق سراح المعتقلين فورا وبدون تأخير وأعلن قوة قدم مساندته الحازمة للمعتقلين ومن وضعوا تحت الرقابة القضائية حتى يستعيدوا حريتهم الكاملة ويسترجعوا حقوقهم التي وصفها بالمسلوبة يمكنكم مشاهدنا الكرام تابعة هذا الموجهز وغيره من مواجزي ونشراتي وبرامج القناة عبر صفحاتنا على الفيسبوك ظاهرها على الشاشة الثالثة موجهز اخباري بحول الله السلام عليكم اشتركوا في القناة